أسباب الدوالي أو الباغيس هي كثير متعدة وعلى رأسها الويراثة لأن الويراثة كتلعب واحد دور مهم في قصور الصمامات اللي في قلب هاد الدوالي أو الباغيس واللي كتجعلها أنها كتوسع وما كتبقاش تقوم بالدور ديالها وبالتالي الدم كي بدأ ينزل من الأعلى إلى الأسفل اللي كيعطي عكس الدورة الدموية واللي كتولي عالة ومشكل على الدورة الدموية وهذا المشكل ديال الويراثة هو كيتدحم وكيتزاد بأسباب أخرى على حسب نماط العيش وبحكم العمل لأن كان بعض الناس يكونوا مضطرين أنهم يبقوا جاسين طول الوقت في الإدارة مثلا أو الناس بالعكس اللي كيوقفوا طول الوقت كان الناس دارك أو المعلمين مثلا أو الممرضين أو الناس مثلا اللي كيصوبوا الطاكسي مثلا تبقى النهار كله هو في الطاكسي ما كيتحركش هادو تكونوا أكثر عرضة لهاد الدوالي زيادة على أن المرأة هي أكثر عرضة لظهور الدوالي نظرا للتغييرات الهرمونية ونظرا لزيادة الوزن ونظرا لأنها كتبقى وقفة طول اليوم ومع ذلك ما ننسوش بعض الحبوب ديال مناء الحمل تهي كتساهم في ظهور هاد الدوالي الحاجة المهمة هو أنه مخصناش مقون اعتبره أنه ليباريس هو مسألة غير تجميلية بحكم أن المرأة ما بقاش كتتعرى مثلا أنها ما تداويش هاد ليباريزيان دياله اليوم ليباريس رهم مرض كسائر الأمراض لأنه عندهم أعراض وبالخصوص عندهم مضاعفات هاد المضاعفات اللي في بعض الأحيان كتكون جد خطيرة ومهمة هاد المضاعفات اللي كتقدر تكون على شكل نازيف أو على شكل تخطر الدم اللي هو لفليبيت وما أصعب مع هاد لفليبيت ولا على شكل قرحة الأرجل واللي كتقدر تعطي تعفونات جد مهمة ومزمينة من بين المضاعفات دياله ليباريس أو الدوالي كين تخطر الدم أو معروف بلافليبيت وهاد لفليبيت هادي رها مسألة جد خطيرة لأنها كتقدر تعطينا انسداد رئوي وهاد انسداد رئوي وحالة استعجالية بدرجة أولى ودكشي لاش الواحد والبدا مخصو يداوي لباريس دياله باش ما نوصلوش لحالة ديال تخطر الدم او لومبولي بلمنار لي حالة مستعجالة واحد العدد كتير من الناس كيتخوفوا من علاج ديال لباريس واتشي كاللاحظو من خلال الناس اللي كيتوافدوا على مركز تشخيص وعلاج الدوالي والشرعيين كيجيون في ظروف المضاعفات اللي يتخطر الدم او نزيف او قرحة الارجل او تعفونات وملي كانت ترحو السؤال شلو السبب اللي يجعلوا بانهم يجيوا في الظروف المتأخرة تيكون الجواب وراحت بحكم عدد كتير من الناس داروا عملية وعاو تاني هاد اللي باريس كيرجعوا او ما كيعطوهمش نتيجة او كيبقوا طريح الفراش لواحد المدة هاد الاسباب كلها كتجعلهم انهم كيتخوفوا اليوم الحمدلله تجاوزنا هاد المشاكل وكين واحد تغيير كتر من جدري اللي وقع على هاد الاريس وحنا بصدد باش نزولوا هاد الشبهات اللي عالقه دائما بالاريس اليوم الحمدلله كينين اطباء اللي هما مختصين في اللي باريس اللي كي تسمى انجيولوب فليبولوب اللي كي ديروا شنو هو الدور دياله اولا تشخيص تشخيص المدقق تشخيص اللي مهم لان اي حاجه غادي نقترحوها على المريض الا وكي تكون وراها واحد تشخيص اللي كي قدر يوجهنا ومن خلال هذا التشخيص تقدر نوجهه نديروا ذاك المريض واما حقن واما لازر واما كالوجه الجراحة والمسألة اللي هي مهمة شحال من مرة شفنا لباريس انهم بينين كاحبال في القدام مثلا ولكن جدر ديالهم من بعد ديالهم الاصل ديالهم منين ماجين تكون مثلا من الوراء ولما يعطينا ش تدقيق ديال تشخيص انها هديك لباريس الاصل ديالها نينجي بطبيعة الحال الجراح ما غاديش يقدر يعرف تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا ابوني في فلاش الميوسينibal اشتركوا في القناة